نقطة تانية فندم من خلال متابعتك للوضع الفلسطيني ليه فيه دايما تجدد لأسباب الخلافات بين الحين والآخر وأبرزها الحقيقة متعلقة بمشاكل المحصصة متعلقة بعدم اعتراف بعض الفصائل بنتائج انتخابات أو غيرها ومتعلقة كمان بنقاط أعتقد أن تم وضع الخطوط العريضة لها هنا في مخرجات اجتماع القاهرة يعني ما فيش شك ان الانقسام اللي كان حادث ما بين الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية الموجودة فيها وقطاع غزة وحركة حماس ميراث طويل من الانقسام اختلاف في وجهات النظر واختلاف في الرؤر السياسية بشكل كبير كان هناك من يغزي هذا الانقسام طوال سنوات مضت لما بنتحدث عن مساحة زمنية طويلة منذ العام 2006 و2008 وهذا الشق وهذا الشرخ الكبير الذي حدث في الداخل الفلسطيني السنوات ركمت الحقيقة اختلافات كبيرة جدا في وجهات النظر وكان كل طرف او ربما يعني نتحدث يعني لا داعي لفتح هذه الجراح وتحميل مسئولية طرف عن طرف اخر لكن في كل الاحوال كان هذا الانقسام وهذا الصراع البيني هو الحاضر وهو مقدمة المشهد نوع من انواع الاتقسار بمصالح ضيقة ومصالح انية ارتباط بعض الفصائل الفلسطينية بمواقف اقليمية وبمواقف لدول ثبتة مع السنوات بانها لا تبغي اي شكل من اشكال المصلحة للشعب الفلسطيني او الوصول به الى نيل حقوقه ونيل مساحة من العيش الكريم على اراضيه بشكل مستقل كل هذه الامور الحقيقة هي اللي غزت هذا الانقسام وهي اللي كانت طوال الوقت بتجهد محاولات مصرية مصر حتى بذلتها وصولا الى العام 2011 كان هناك اتفاقية مصالحة وقعت عليها كافة الفصائل لكن سرعان ما انقلب الجميع عليها وكانت توقيع عليها في القاهرة بالمناسبة ايضا ومن 2011 الاقليم القى بالزلال وبقى بمشكلاته وتراجع زاخم الاهتمام بالقضية الفلسطينية بشكل كبير جدا وكان جزء مما يحدث في هذه السنوات الاستثنائية العام 2011 و12 كان من احد اهدافه الرئيسية هو محاولة دفن القضية الفلسطينية وتجاوز الحقوق الفلسطينية ولذلك تحدثنا عن الاحياء المصري مرة اخرى ووضع الاهتمام الاقليمي والدولي في العام 2014 مرة اخرى في مقدمة الاهتمام ده كان انجاز كبير هذه المرة بعد هذه التجربة الطويلة والمريرة في نفس الوقت الحقيقة بتعود الفصائل وقد ادركت في النهاية ان التوافق هو سبيل النجاة الرؤية المصرية رؤية واضحة جدا فكان من السهل التجاوب معها من كافة الفصائل الفلسطينية مساحة كبيرة من الثقة يضعها الفلسطينيين بكل اطيافهم وبكل انتماءاتهم الداخلية في القيادة السياسية المصرية وفي اجهزة مصر اللي انخرطت كما اشارنا من اللحظة الاولى للعمل على مساعدة الاشقاء الفلسطينيين ويمكن في هذا الاطار هم حتى ذكروا يا سيد عميد انه ضامن الاول للسير بشكل فيه وفاق هو الجانب المصري ده حتى بعد مخرجات اهم بنود الاتفاق اللي حدث في القاهرة طب ماذا تتوقع فندم الانتخابات فلسطينية مزمعة في وقت لاحق العام الجاري بعد وضع خطة بشكل او باخر لو نقدر نسميها خطة لعملية التأمين لانشاء محكمة تخص او تخص عملها للانتخابات وضع القدس الوضع المتعلق بالتوافق يعني ضمنات ايضا لتقبل جميع الفئات او الفصائل لمخرجات الانتخابات رأي حضرتك ايه سيناريو للانتخابات القادمة في فلسطين يعني حضرتك وضعتي اهم النقاط اللي موجودة في اطار ادارة العملية الانتخابية القادمة ويشاركني كثيرين في هذا الشعور نشعر بقدر عالي من التفاؤل الايجابي اللي اظن ان الداخل الفلسطيني مقدم عليه بوضعه لهذه الخريطة الزمنية في اجراء الانتخابات هناك ملامح ايجابيا في الشك هناك قدر من استشعار ان الدروس المستفادة من السنوات الماضية كانت ضغطة على الجميع واوصلتهم الى نتيجة بان التوافق هو السبيل الوحيد للنجاة التوافق والانصياع الى ارادة المواطن الفلسطيني من خلال صناديق الاقتراع ومن خلال عملية سياسية شفافة هذا الامر يحتاج الفلسطينيون بشكل كبير جدا ويحتاج ان يصلوا بهذه الرسالة الى العالم كله يصلوا به لانفسهم بانهم قادرين على صناعة عملية سياسية معترف بها وشرعية وتحظى بالقبول الداخلي وفي نفس الوقت هي رسالة مهمة جدا للاطراف الدولية اللي هيحتاجوها الفلسطينيين من اجل الدخول في ماراثن تفاوضي قادم مع الجانب الاسرائيلي من اجل وضع الرؤية الفلسطينية للحقوق والوصول الى تسوية عادلة ونايل الحقوق بشكل كبير تجربة السنوات الاربع الماضية على وجه التحديد ربما اعطت درسا مهما وجرز انذار حقيقي بان الاطراف الدولية ان لم تجد معادلة وضحة المعالم فيها الداخل الفلسطيني ربما سيتجاوزها الجميع وسيتجاوز الجميع حقوق الشعب الفلسطيني وهنا كان الاستدارة الفلسطينية ناحية ما تم طرحه في القاهرة وكما ذكرت حضرتك في البداية استدعاء مصر كمراقب وكضامن وكمشارك فاعل كما جاء في بيان الفصائل وهم يضعوا في عهدة الرئاسة المصرية كل اشكال التفعيل والادارة والاشراف على الخطوات الانتخابية ومطالبتها بدفع المؤسسات المصرية بان تكون مساندة لهذا العمل السياسي الفلسطيني انا اعتقد ان دي اشارة ايجابية وجدية في نفس الوقت من الداخل الفلسطيني انهم يريدون ان يصلوا الى محطة يحترمها الجميع كي يستطيعوا ان ينالوا حقوقهم ان شاء الله